ربنا نهى الرجالة والستات إن هم يكونوا عنهم زيغة الله سبحانه وتعالى قال قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقال الكلام ده لنفسه دي الستات وقل المؤمنات يغضضنا من أبصارهن ويحفظنا فروجهن ليه؟ ليه؟ ليه الكلام لده ده؟ ظاهرت على فكرة العين الزيغة ممكن تكون برضو موجودة عند بعض الستات لما الست يأذيها زوجها ويحسسها بأن هي مست في بعض الأحيين تروح تسمع كلام حد أو توقف تبص على مين هيقدرها يبقى إيزاً؟ العين الزيغة ده ظاهرة سيئة جداً جداً في البيت أنا عايز أقول لكم إيه مشكلة العين الزيغة على شرك الحياة؟ وإزاي بتعمل تعقيدات في البيت؟ شريك الحياة لما يحس أن شريكه عينه زي غاية يحس أن ما فيش اكتفاق به فيحس أنه هو صغير فاحتمال كبير أنه يثبت أنه هو حاجة مهمة فممكن ينحرف معقولة؟ آه معقولة أو ممكن يعمل تصرفات مجنونة تبقى الست وقورة وزي الفل فجأة تتحول إلى ست صيادة فتحاول تثبت لجزء أنه هو غلطان في أنه عينه بتزوغ على الستات أو أن هي تتحول إلى شخص موسوس شكاك إلى أبعد حد وهو نفس الكلام أنا من خلال درست مسألة العين الزيغة دي رسات دي ظاهرة متعلقة بالعين الزيغة دي وهي مسألة الربع الخالي أن فيه أشخاص كتيرة بيبقى عندهم جزء يخاوي كده في نفسهم ما محطط لهم فلوس أو نساء أو وجاها يفضل الربع ده تربع خالي وعشان كده آه الزيغة دي زيادة في الرجالة وقليلة في الستات بس لكن كتير من الرجالة اللي هما عندهم فكرة الربع الخالي دي في الغالب بيحصل لهم أن هما يفضلوا مش عارفين هما بيعملوا كده ليه ويفضلوا يبصوا على الستات وهم مش عارفين إمتى الحكاية دي هتتوقف وعشان كده الراجل مفيش حاجة ممكن تشبعه وتخليه يخرج من ده لو كان عنده هذا هذه الحالة اللي هي حالة الربع الخالي وكأننا بنشوف تطبيق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على ما انتهب صحيح هو بيبقى حاسس بهذا الخواء في الداخل وعايز ملاه بهذه المسألة الناس بتخلط بقى تعالوا بس نصح شوية مفاهم الناس بتخلط ما بين إيه ما بين حكتين إن طبيعة الرجل شخص بصري عشان بس الرجالة ما تبررش ده لنفسها إن طبيعة الرجل شخص بصري وإن المرأة بيغلب عليها إن هي شخصية سمعية يعني الرجل بينجذب أكثر بالنظر والمرأة تنجذب أكثر بالسمع مش معناه إن الرجل بطبعه بسباص محدش يقول كده لإن دوت أكاذيب وأوهام اللي صنعتها النفس الأمر بالسوق ولكن المعنى الحقيقي إن الرجل بطبعه بيحب المشاهدة لكن ده ما يبررش أبداً إن هو يكون بسباص ويجي هنا سؤال على العيب ده ممكن يتطلب وقفة حازمة ممكن تصل إلى الانفصال أنا عمري أبداً أبداً ما نتكلمش عن الانفصال أبداً في حلقاتنا لأن حلقاتنا أصلاً إحنا عملنا عشان نمنع عن الانفصال لكن لازم نقول إن الوقفة دي ممكن تكون ضرورية حسب شدة العيب يعني إذا كان العب ده بيوصل إلى حد معين عن اتكلم على مستوى العب ده فلازم نبقى فيه وقفة حقيقية لأن مستلح فلان عينه زيغة ده لما رصدنا عندنا في جلسات الإرشاد الزواجي لأنه بيستخدم بثلاث مستويات مستوى الأولان الشخص يعينه زيغة إنه طول الوقت بيبص على الستات ومستيب واحدة إلا لما يبص عليها ده المستوى الأولان المستوى الثاني بيحاول يعمل علاقات مع الستات بيحاول يعمل علاقات مع الستات سواء نجح أو فشل المستوى الثالث لا ده رجل عنده علاقات متعددة تقول لي فلان زوج يعينه زيغة فأسأله أنا زيغة يعني إيه؟ أنا طول الوقت عندنا فضايح وعندنا علاقات فدي ثلاث مستويات فعشان كده لازم الوقف الحزمة تكون في الأحوال اللي ما ينفعش أن الإنسان يتعايش معه في ستات كمان بتكون عايزة تجرح نفسها وبتعمل شوية حاجات كده لأنها حصلها تقليل من أنوستها فبتجن في مركز الإرشاد الزوجي وتقول أنا زوج عينه زيغة فلازم نسألها أصداها إيه بعينه زيغة لأن في احتمال كبير أن يكون أصداها أنه هو متعدد العلاقات وساعتها بناخد الموقف بناء على مستوى ده وده في الحقيقة لو كان كده ومش بيتغير ومش قبل الجواز ومستمر على طول فاحتمال كبير هتكون التنهاية الطبيعية أنهم ينفصلوا بس لا يمكن نقول لهم ده لكن عنفضل نحاول معاهم لغاية ما القرار يأتي بمفرده لأن الحقيقة أن طول الوقت الشخص ده بيعزب مراته لأنه بيحسسها دايما أن هي مش ست مش مرأة وبيكسرها وبتبقى المسألة صعبة جدا فلما تيجي زوجة تقول زوج عينه زيغة بنقول لها شوية حاجات أول حاجة إذا كان هو من الدرجة الأولى اللي هو بيبص دايما فحاولي وتفهميه بدق اللي هو بيبص على الستات ما بيعملش علاقات ولا بيحاول يعمل علاقات ولا عنده علاقات متعددة إيه اللي حاصل ما تحاوليش أن أنت تترصديره وتكون مركزة معاته للوقت ومرري عليه المعاني الدينية اللي إيه المعاني الدينية إنه ولازم يمتنع عنده عشان الله ينظر إليه فيبقى الحل بتاع الصنف الأولاني ده إنه يحصل إنه يحصل له إيه يحصل له حياء من الله فالزوجة يجب أن هي لا تترك الموضوع ولا تتصادم حتى لا تصل لحفة الهواء ولكن تقول وزع الدين عنده وبلاش تستخدم فكرة أنت عندك بنات لأنه شيء بعيد فممكن تبقى بنته طفلة ساعات بعض الأحيين كان في بعض الأحيين تستخدم ده أنت عندك بنات فهي ما تأثرش فيه لأن بنته طفلة أو بنته صغيرة فالكلام ده مش هو ده اللي يحركه لكن الكلام على إن الله ينظر إليك وإنت بتنظر إلى المحرمات هو ده الكلام اللي ممكن يوصله إلى إنه يفوق حاجة تانية الشخص نفسه لازم يتدرب لأنه ممكن ده يكون عيب في التنشئة وساعات بيجينا حد يقول والله أنا بيحاول ما بقدرش لأنه تعود من صغره على ظاهرة اسمها التلصص الجنسي ففي الغالب لما بيكبر بيبقى بسباص ده لو ما بقاش أنا أسف يعني أنا أسف ده اللي شفناه ده لو ما بقاش متحرش أصلا ففي فاهم لابد تتغير عنده زي مفهوم يعنيه مرأة وإن الاستمتاع بالجمال مش هو إنك أنت تستمتع بجسد المرأة ولكن الجمال أوسع بكتير من إنك أنت تستمتع بجسد المرأة الجمال واسع ومفهوم وقيمة مليانة مليا الوجود فالمرأة موجودة هنا عشان تكون قيمة إضافية في حياتنا مش عشان تزداد جمال بجمالها ولكن جمالها القيمي هو الأساس حتى احنا بنقول كده فلما سألت العلاقة الخاصة ما بين الزوج وزوجته العلاقة الخاصة مش هي الجزء الجسدي الفيزيكا لكن فيه جزء مهم جدا هو ما بعد العلاقة وما قبل العلاقة وزيك العلاقة الخاصة في الزواج هي العلاقة التي يمكن أن تسبب السعادة للزوج لأنها هتنغمس في مفهوم القيم وعشان كده اللي عينه زيغة بنقول له ما تستجبش لشهاوتك ونفسك الأمارة بالسوق وعشان كده أول حاجة بنقولها له هي أنه نازم الإنسان يربي نفسه ويداوم على معنى التسكية وعليه أن هي تتنوع موارد علاقته بالله سبحانه وتعالى من الذكر والتأمل والفكر وزوق حلاوة نداء الله عليه وأنه هو في حضرة مولاه وأنه هو في معية مولاه ويتعود يكون عنده انشغال بأشياء كتيرة جدا جدا في حياته عشان ما يكونش حياته كلها مركز فيه هذا الأمر الناس مش بتلتفس خالص لأنه بدل ما الإنسان يبص على العورات يبص في كيف يحسن علاقته بنفسه وعلاقته بالله سبحانه وتعالى